أملأ على فترات بعيدة لغاية آخر سبتمبر علشان مصر والسودان ما يتضروش طيب عما تسألنا أنا كمواطن وأنا طبعا حضراتكم معاكم متابع الموضوع ده منذ سنوات ضوئية أنا معاكم لما كان في أمريكا أنا كنت في أمريكا مش هو يعني الوفد كانت موجود في أمريكا وكان وزير خارجية اللي موجوده وخلاص وحننضي مش عارف يعني أنا ما يعني كلمة أثيوبيا لم تكن ذات تنفيذ هل المرة دي ينفذ الكلام أنه حيدخل في مفاوضات طب ما هي المفاوضات دي إن شاء الله على من خلص يكون هو خلص طب هل هو فعلا أنه يدخل في المفاوضات معلش دي المرة الخمستاشر أنا ما أتكلمكم بصراحة أنا ما بقول لكمش حاجة أنتم متعرفواش دي المرة الخمستاشر أو الستاشر يقولوا إيه إحنا داخلين مفاوضات وبعدين يدخل هم بصراحة نجحوا قوي في الحكاية دي إحنا داخلين مفاوضات ويدخلوا مفاوضات ويعودوا يعودوا 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 والآخر لاحظة خلاص قربنا هو حنمضي حنتفق وبعدين فجأة يقول لك إيه لا الجانب المصري متعنت الجانب المصري مش عايز يتفق الجانب المصري عامل مشاكل فالصور دي النهاردة بالنسبة لنا طيب كده بيس يعني كده خير في حاجة بتحصل كويسة في تقدم نأمل إحنا عايزين طبعا لأنه إحنا ما بنتكلمش في حاجة عادية وأنا رأيي